الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماء والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر لا من شفيع إلا من بعد ابنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس غياء والقمر نورا وقدره منازل لتعمروا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واضمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجل فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمروا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر النس كذلك سين المسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا قل ما أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتنبئنا الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفوا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أدقنا الناس رحمة من بعد ضر أمسكهم إذا لهم مكروا في آياتنا قل الله أسرع مكروا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض الزخر فها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعوه إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى سراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وسيادة للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا بلة أولئك أصحاب الجلة هم فيها خالدون والذين كسبوا سيئات جزاء سيئة بمثلها وترأقهم دلة ما لهم من الله من عاصر كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والنبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تغفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكموا وما يتبع أكثرهم إلا ظل إن الظل لا يؤني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتخصيل الكتاب وتخصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الوالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تصمع الصم ولو كانوا لا يعقلوا ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يرصروا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبفوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أون توفينك فإلى الله مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسر وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شمع الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو مهارا ماذا يستعجب منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصر وهم لا يظلموا ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلموا هو يحيي ويميت وإليه ترجعوا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رسق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن لأكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال درة في الأرض ولا في السماء ولا أصدر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العظيم أنا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركنا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ومرصرا إن في ذلك لآيات لقومه يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغري له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلنون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم إن كان كبر عليكم نقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأبرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيئنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قر كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم دعنا من بعده نوسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء وتكون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر العلي فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويوحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكله فعليه توكله إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا ربنا تجعلنا فتنة من قوم الظالمين ونجلنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال المسى ربنا وإن 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 آتيت فدعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيمها ولا تتبعنا لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى مما إذا أدركه الغرق قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل إسرائيل وأنا من المسلمين آمن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آيات إلا لغاف الروم ولغد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جناءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقررون الكتاب من قبله لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممتلين ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان وها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تطله الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انذروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبله قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حريفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن ينسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرذك بخير فلا رد بفضله يصيب به من يشهر من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق لربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ألا عليكم بوكيل واتبعنا يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين آمين اشتركوا في القناة